مساء الخير وأهلا بكم محلقة جديدة وكلمة أخيرة في حلقتنا النهاردة حنناقش صراع الفاكسينات وهو صراع في حقيقته اقتصادي سياسي وليس فقط علمي أو طبي نحن طبعا جزء من هذا الصراع لأننا دولة نامية دولة لتبالتالي نحن دولة متلقية للفاكسينات ودولة نامية فاحنا جزء من هذا الصراع الصراع الذي يضع الصين وروسيا في جانب والغرب بما ينتجه سواء الولايات المتحدة أو أوروبا في جانب آخر الحقيقة أن الصراع ده بدأ يتكشف أوروبا ترفض تصدير لقاحاتها اللقاحات التي تصنعها للدول النامية حاليا حتى يتم استكمال تطعيم واطنيها لأن أوروبا لديها مشاكل ولديها موجات عالية من الإصابات الدول اتباعا تعلن أنها لن تسمح بدخول أراضيها إلا من يحمل شهادة تطعيم من لقاحات معتمدة من منظمة الصحة العالمية طبعا الفاكسين الصيني سواء سينوفارم أو سينوفاك والفاكسين الروسي سبوتنك 5 غير معتمدين في الصحة العالمية وبالتالي ردت الصين وقالت أنها لن تسمح بدخول الصين إلا لمن يحصل على اللقاح صيني أي لقاح صيني معركة سياسية اقتصادية كبيرة ووسط كل ده الدول النامية تقع في المنتصف محليا كان النهاردة فيه مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة والسفير الصيني الوزيرة أعلنت عن التوسع في مراكز التطعيم زيادة كل التطعيم في كل المراكز الطبية في كل أنحاء الجمهورية لزيادة وطيرة التطعيم وتوفير اللقاحات للحجاج وكما وأيضا تلقيح كل العاملين في القطاع السياحي لتشجيع السياحة كما أنه تم الاتفاق على تصنيع سينوفاك في مصر إحنا بناخد دلوقتي بنستورد من الصين أو جلنا هدية من الصين ستمائة ألف جرعة سينوفاك الكلام إن إحنا سيتم تصنيع سينوفاك في مصر وهو لقاح صيني آخر إقليميا في هذه الحلقة سنذهب إلى لبنان الذي تعقدت الأمور فيه عقب فشل اللقاء رقم 18 بين الرئيس عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري وأعلن الحريري اليوم أن عون مصر على الثلث المعطل لفريقه مع حزب الله بينما عون أعلن أو الرئاسة أعلنت أنها تستغرب اللغة أو اللهجة التي خرج بها رئيس الوزراء المكلف بينما الحريري مصر على أن تكون حكومته هي حكومة اختصاصيين غير طائفية ماذا سيحدث للبنان؟ ده سؤال مهم جدا لأن الأهم الآن هو الناس المواطنين لا توجد دولة أو مؤسسة مالية يمكن أن تساعد لبنان إلا بحكومة وحتى الآن إحنا بقى لنا أشهر لبنان بلا حكومة تستطيع أنها تتفاوض مع صندوق النقد الدولي تتحدث مع الدول المانحة أو تتحدث إلى أي شيء إلى العالم بدون حكومة الوضع منهار متردي الليرة بتنهار والوضع زي ما شفناه في المتابعات الخبرية في حلقتنا أيضا حنتعرف على شركة شركة مدفوعات إلكترونية كانت متوسطة الحجم تحولت إلى عملاق في زمن الكورونا إحنا عارفين أنه اقتصاديات العالم في الكورونا هناك اقتصاديات أو يعني قطاعات تأثرت سلبيا وهناك قطاعات بالذات القطاعات التي تقوم على تكنولوجيا المعلومات والتحولات الرقمية هذه القطاعات استفادت بشكل كبير شركة فوري هذه الشركة التي قيمت بمئة مليون دولار في 2015 تبلغ الآن قيمتها السوقية اتنين مليار دولار يعني تضاعفت عشرين مرة وارتفعت أسهمها في البورصة ربعمية أربع وعشرين في المية إزاي الكورونا وتكنولوجيا المعلومات يلا نبتزي الحلقة ترجمة نانسي قنقر